إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات ربه وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجارنا الله وإياكم من النار وأدخلنا للجنة مع الأبرار آمين يا رب العالمين إخوتي في الله يقول عز وجل إن عدة الشهور عند الله إثنى عشر شهرًا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة الحرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين إخوتي في الله كما تعلمون بأن منذ الاثنين الماضي ونحن في شهر الله الحرام رجب أرب العالمين إنه خرقضن عاش عاش هذي عام ذيسن أربع عام حرم راجب وحدث معزول وحدث ثم ذو القعدة وذو الحجة ومحرم تسنتي جنواني ونظنية تسنتي جنواني ونظنية يشتواني ونظنية راجب وحدث ونحن في هذه الأشهر الحرم أشهر عظمه الله سبحانه وتعالى وأمرنا بتعظيمها فقال لنا فلا تظلموا فيهن أنفسكم غاوم أخوهم دفن شهارة أخوهم أعذون شهارة أخوهم أعذون شهارة كنوضي ظلم النفس ظلم النفس مين زي غن ظلم النفس النغيار بسبحانه وتعالى ظلم النفس نوعان إما الإصرار على المعاصر هذا ظلم النفس كنهان توارض المعاصر كنهان عني كنهان استهزائي وثا التمزيات وثا ممو ماري ممتق ربدا انتفل مو برين والعياذ بالله المعصية يعني انتقيت افتخارا والعياذ بالله وانتفس الحل ما بي ذس ما يمتكيفه إما قمارة تكيفه قد قنكره هو هاق كذا ما يمتكوا سوارو ذنيا من إما قمارة ممتق وقال الإيمان قل المهم قد من المبررات للمعصية لظلم النفس فإلى أين نحن سائلون نعم يعني في وضزين الضارجة أننا نستخفه ونستهزئه بشرع الله وبكلام الله الضارجة يقع إذن هذا نوع من الظلم هو الإصرار على المعاصر نعم وتأجيل التوبة ومن بعد التوبة ونحن نغير عفوار ببير ومراقع الزيان خلال شوية يوضي عفوار بمرمير ستالس أربيه العفوذ عقب الضغاص تقيد الإقل أخو المعصياني نغام راجبهم شعبان أم ذو الحجة أم ذو القعدة أم رابع الأول كيف كيف غانو الشين كيف كيف لا يا أخوتي في الله أسن واجبو كيف كيف شهارة واجبو شنو شهارة يعذون ولا أغام شنو شهارة شعبان إذ غيسن ولا احترى مظن احترى مظن ماشي من الأشهر الحروب نعم شهر معظم نعم ولكن ليس من الأشهر الحروب نعم إذن الظلم الأول الإصرار على المعاصر والظلم الثاني التقسير في الطاعات مع الاستطاعة ابن ذو ما الذي يعني ذي الطاعة إذن ما الذي يجتهد ذي الحسنات ذي الصالحات إذن ما الاستطاع الموجود ومع ذلك نقصر مرميق الله أعلم مرميق 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 الله أعلم من ترجع نعم فالندم آت لا محالة مرة ندم يوم القيامة نعم مرة سوني غالوني 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 الليدر الحسنات الصالحات غادي يندم غادي ينشوف الأجر العظيم والرحمة دي الله سبحانه وتعالى غادي يندم عليش مزاج مين وياني ونيتو تقسير الطاعس يتمادى يسي غيام النق غادي يندم ما غاويتو قبر أثير يوض وانضر نعم إخوتي في الله إذن فالله سبحانه وتعالى قال فلا تظلموا فيهن أنفسكم مخسن تبه فالأشهر الحرم كانت معظمة عند الجاهلية الجاهلية تغط تحتار من الأشهر الحرم سيدان دي اسمت الحرم نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم صحاب رضوان الله عليهم كذلك كانوا يفعلون نعم لأنه امتفالا لأمر الله سبحانه وتعالى الحرب كانت تتوقف ذن الحرم تغط سنوات عقود ولكن تغط مني ثمان أشهر الحر انتظر في الأشهر الحرم سيدان إن الجاهلية الجاهلية أخوتي في الله ونحن هل أضرحوا ما عظم الله سبحانه وتعالى وبكل آلام أنا جد السؤال نظن هل تخلقنا بأخلاق الجاهلية قبل الإسلام ونوقف الحرب مع الله ومع العباد الله نشين ماش نساوان يوضغ المسدوح تلجاهلية وش نسبد الحروب إذن تعيش نعم نتعيش الحروب يا أخوتي في الله نتعيش الحروب قرب العالمين ونغينا بالعالمين دي القرآن الكريم وني تقنال ريبان يتتال ريبان يخدمسان ريبان فأذنوا بحرب من الله سوش ليخفل نشير حارب قرب العالمين أليست هذه حرب والريبان تنقص ثاني غير من رحمه ربون دائما ونتعم من مشاق الحرب مع الله في الشركيات من هذا من تقل الشرك قال شوانه ويغشاق ما لاذ هذا فنصحبت العين بالله قال شوانه ويغشاق شوانه ويغشاق شركيات تيمقرن عبادة القبور التوكل على غير الله الاستغاثة بغير الله الذبح لغير الله وغير ذلك امكزاغ السيحر الشركة مقرن مقرن نعم الريبة كما قلت تركوا وتضيعوا الصلوات نعم يدفت خان غراجب اشهو الحرم قع هذا انتير هذه الصلاة شنوان السيور قع اخي اني واجزيجين قعوا العياذ بالله اني قاين صلى الله صلى الله وعلى سلام منتص في ذجان شن سور خنيت زجان يتير عذيس اذي الزجمر ما يخص اذا سيجممش ما يخص نعم اخوتي في الله مع العلم انه نجزجا لكي يصلي ارى ادخل عليه رسول الله صلى الله وسلم القاه هذا رسول الله صلى الله وسلم القاه كي يصلي قال له ارجع فصلف انك لم تصلي باش الانسان ما يفتخرش بشي ركعات كيديرهم ارى ابن ادم وخا كي يصلي صيراج الصلاة باش من كونوش في ويل للمصلين باش من كونوش للذين اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات نعم اخوتي في الله قال الامر جلل والله نعم اذن هذه تدخل في الحرب مع الله سبحانه وتعالى اين الزكاة اه كان لإسلام اين الزكاة اين الحج لمن له الاستطاعة نعم كيف نتعامل مع سيام رمضان شننسيو راخل اركان بقران عاد وانسيو شخ مسائل نوافر سنن تمزيان وانما السورخين لذي تكمل دن باش لدي دن سلم نعم هذه بعض اصناف الحرب مع الله وظلم انفسنا ونحن في رجب المحرم نعم قتل الله كذلك حرب مع العباد عقوق الوالدين وعياذ بالله قطعوا الارحم نعم كتلقى ابن ندم يقول لك سنوات ماشي ماشي ايام ماشي اشهر سنوات مامشاش عند الراحم دياله فاميليان نعم فاميليان الشحناء بين المسلمين والرسول الله صلى الله عليه وسلم نبهنا ان ثلث ايام ديال القطيعة بين المسلمين ماشي الارحم غيث ثلث ايام العامر ديال ابن ندم ما يترفعش عن رب العالمين حتى يتصالح نعم ظلم العباد ظلم الازواج ظلم الابناء ظلم الجيران ظلم العمال ظلم الغش في العمل وهذا ما يدخل في اكل اموال الناس بالباطل ونحن في رجب نعم خطف الله ظلم الورث ظلم يعني الديون بن ندم يجي عند كيب كيب غصني كذا هالي غادي تعتقوا وتسلف ليه ما تشوفوش نعم وقس على ذلك من الامور الغش في الوظائف الغش في العمل بن ندم يتويد يضعون سقر الحرم وهيتقبول حساب واسقة بقى يذي رجب الى اين من نعم نعم نحن لا نريد أن ندرك أننا في رجب ما ينوانو قنسن بأننا نقنغذي راجب بقى وان نغذي كيش نشها واجبوش نور شها نظن نظن نعم الى متى يعني نستمر في هذا النزيف من الحسنات نعم ما يقفنغ الغرور أن نغانغ الحسنات تتاس وشقا ضياع يتوخ براجب نعم نعم الى متى نستمر في الكذب اصبح الكذب الان تجارة رائجة خمس غفين ابن ندم قيم السلم ممكن المؤمن ممكن هذه السشرب ممكن نريزنا كما جاء ذلك على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم ممكن يعني باشي كان ندعيه لهذا يعني ممكن ومنين سولوا الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا واش ممكن يكذب قالوا من لا اولي يوم تقارش مالوات صحار قض باشي تتاغروا مقيم شومنا لا حول ولا قوة يعني تشاش دالي تشاش دالي تشاش تبرير غاس الحجة يكتد ديني مرض يزيله يقارش قش تعيخ هذا ظلم عظيم بظلم نفس نعم تناول المخدرات والدخان والمسكرات نعم عادي جدا قشوان شذام سلم هو المهم حضي عبعين يوم قبل عرندان والعياذ بالله سوش شرب وعد مهم اخصوات خي توضع عبعين يوم ما نستوي الحديث اولي دير المهم نشي نسل باناق واني غيس وانشرب قبر عبعين يوم وقع واسي قبر بويا عبارندان اشرب حرام من الكبائر مانا يا عبعين يوم وانا مانا يا عبعين سنايا مانا نتوي الدين اذا من هذا يتح يسترع الشراب يخدم ذي الشراب كذا عادي ونبي الله سبحان الله صلى الله عليه وسلم انبهان بان افجح افجح من اجل الخمر فهذا الحرام عاد منين عار بان هذك اللعنب اللي يديره لأجل الخمر فهو حرام نعم هما يجي يقول لك انا كنخدم نادي يعني سرباي في الحانة دي الخمر يعيذ بالله ايو ايو اخي اخت حش نعم فلا تظلموا فيهن انفسكم احرم المحرمة احرم انبدأ مش دي شهارة اكتار كما ان الحسنات دي شهارة تماند فالخطر الخطر ان القاب بالعالمين يقرنغ لا تظلموا فيهن انفسكم انفسكم شنان نعم العري والفواحش بجميع انواعها هم غار من المؤسف جدا انا ثمغ فيق نهار التمسل انت نعم شنو عن القاب الكافرة حش والله انت كفى حد الشيء وانما انت نبهيت وانت نبهي اخوة اخف لانه قد انه تمر علي انه 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 اقع احت هذه الجاهلية وتوطي انت عرض مفضوحة ومش تتعرض انه حتى تحت الرس اللي بغاية يكون هو هذا المهم من اين هذا من يزني ويشغل الفواحش بجميع انواعها الزنا والعياذ بالله حتى اصبحنا نسمع ونقرأ في الصحف كل مرة يقول لك اطفال دبا خلي اللي متخلى عنهم في المستشفيات دبا في القمامة والعياذ بالله نعم قد دوح المفراد اتفذي حنجان من ضعن دين نعم ميز دوس الشغل نعم اخوتي بالله هذا ظلم النفس يعني الفجور والكبائر بجميع انواعها هذا من ظلم النفس الميان الوقت للسلام والمصالحة مع الله ثم مع النفس عدوة وضلوق تنسخ اصغراب بذنقان فلا تظلموا فيهن انفسكم انا مصرح يا رب العالمين انا مصرح يا رب العالمين نسأل الله سبحانه وتعالى وخنغعد شهارا رجب الا وقد تبنا الى الله توبة النصوح يا رب العالمين اللهم آمين اقولوا ما تسمعون واستغفر الله ودعوا يستجبلكم انهو الغفور الرحيم واخير ودعوانا الحمد لله رب العالمين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله واصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد إخوتي في الله كل ما حل رجب إلا وأحيينا بعض العادات كورما يود رجب ضحانتي بعض العادات العادات سبحانت فيهم جايسين تتس بحانت ولكن أين الإشكال هو ربطها برجب أولا بالنسبة للصوم برجب أجمع العلماء العلماء بجميع المذاهب بأن ليس هناك صيام خاص برجب وذي نبوش السنة خاصة برجب الصوم إجلعي بادة طمقرانت واني تغييت زمان شان السنة خاصة صغير واني تغييت زمان اثنين در خميسة خاصة يكمل واني تغييت زمان الأيام البداء خاصة يكمل واني تغييت زمان ثلاثة يام دي شهار أو كذا خاصة يكمل ولكن لا علاقة لها برجب أدنسى قاري جنب أذيري بناذي مثلا يكون الإنسان مثلا معمره صمشي نهار من غير رمضان ومنين وصل الرجب يقول لك نصومو أقال وضبو رجان نصومو برجع لا يا أخي في الله راجب وغزب والعلاقة كلمان برجع بالعكس ما من قاروة لكي نتبهم ليه يا أخي في الله خاصة الإخوة النغو وخاصة الأخوة النغو إلي الجو معوص تين إلي الجو معوص نارندان أزمانة خرفة ناخدو أتخرفة ناخدو ما من واتجين شايموا معوصة إن شاء الله تعالى مرندال خاصة السور ومن قابوا معوصة يعني بود ديون دير سيام هو شعبا لا شعبان شهر كان الرسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه كله في بعض الروايات ويصومه أغلبه في روايات الأخرى إذن ونزمان يقصد إلي الجو معوصة أتجي شعبان الخطو مرندس شو معوصة يخرف الخطو باش شعبان إن شاء الله تعالى أذي يلي يسفزق معوصة النص أذي يخرف أذي اجتهد باش أذي اقتدز رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما مع الصيام هناك ما يسمى عند البعض أو عند كثير من الناس صيام الإسراء والمعرج إخوتي في الله معليش تكرار مزيان وخلق قلنا هذا الكلام غد نعود له آية آية ومعجزة الإسراء والمعرج آية ومعجزة عظيمة خص الله به نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم لا يعرف أحدا متى وقعت وحتى إن عرفنا غير اختلاف الوقوع ديالها داليل على أن ما فيها شيحة جسمتها الصيام أو إحياء يقالوا أنها وقعت في راجب ومن بعد نعمو من بعد كأن الصيام أنا ممكنش نزيد على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة ما عمروش صحابه ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحيى شحة جسمتها الإسراء والمعرج إلا بغينا نحيو الإسراء والمعرج كأن واحد طريقة لا يختلف فيها اثنان شنه هي وهي إقامة الصلاة قد المعرج هناك في من فوق سبع سماوات فرضت الصلاة فلعظمة الصلاة حافظ عليها وفي المسجد مع الجماعة هاك شو مقنقات حيد المعرج أما قنص زم المعرج لا أساس له نهائيا وذن بشنج لزي الصحابة ولزي المذاهب الأربعة لنا أصلا نوصل نشمل المعرج بالضبط ولا يهم منامة وقع عن شن من ديت إزراء رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السن بأن الصلاة تعظيم الصلاة عظمة الصلاة أنها فرضت في المعرج نعم أما نسقر نسقر عمل عظيم لا يعلم أجره إلا الله سبحانه وتعالى ونزمان ذيك شاء العمري يقيت ولكن أي عمرة أفضل مطلع عمري جن أفضل عمرة راجب لا العمرة الأفضل هي عمرة رمضان لمن استطاع هل اللي في الحديث أنها عندها واحد أجر عظيم بل في رواية تعدل الحجم على رسول الله صلى الله عليه وسلم سنين رمضان نحن وليس عمرة في راجب ليس هناك تفضيل الإنسان اسهل خصاب بالعالمين الخطوز مالذي حتيق ولكن ليس بنية أنها عمرة راجب مفضلة أو غير مفضلة نعم كذلك هناك بعض ذبائح وبعض صلوات خاصة برجاب فهذه ليس لها أصل وإنما الإنسان يجتهد في الأعمال الصالحة طمعا في الأجر والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى دون تخصيص لها في رجب نعم إخوتي في الله اللهم أصل على محمد وعلى ألي محمد كما أصلت على إبراهيم وعلى ألي إبراهيم وبارك على محمد وعلى ألي محمد كما باركت على إبراهيم وعلى ألي إبراهيم في العالم إنك حميد المجيد ورضى اللهم عن ساداتنا صحابة رسول الله أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعن معهم برحمتك وكرمك يا أرحم الرحيمين يا رب العالمين اللهم ارزقنا توبة نصوحا قبل الموت وقبل انصراف رجل اللهم بلغنا رمضان وأنت راضٍ عنا ونحن تائبون إليك يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ولوالدنا ولمن علمنا ولمن له الفضل علينا ولجميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء من أموات إنك سميعٌ قريبٌ مجيب الدعوات اللهم أجرنا من النار بعفوك وادخلنا الجنة برحمتك اللهم بارك لنا في هذا الغيث وأتمم علينا هذا العام بالبركة ونزول الأسعار يا رب العالمين اللهم اكون عوناً لإخواننا المستضعفين الفقراء داخل المغرب وخارجه على مواجهة شدة البرد اللهم يا رب العالمين اجعل هذا الجو برداً وسلاماً عليهم يا رب العالمين وسلاماً عليهم اللهم كما جعلت برداً على سيدنا إبراهيم برداً وسلاماً جعلت النار برداً وسلاماً فاجعل هذا البرد سلاماً عليهم يا رب العالمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وعاف مبتلانا واقضي ديوننا وحوائجنا وفرج همومنا وارحم موتانا يا رب العالمين واستجب دعاءنا اللهم يا ربنا والدين من مات منهم فاغفر له وارحمه واكرم نزله ووسع مدخله واجعله جوار نبينا عليه الصلاة والسلام ومن بقي على قيد الحياة فاجعل ما تبقى من عمر في طاعتك وطاعة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ملك البلاد لم وفقه الخير واعين عليه اللهم اهيئ له بطانة صالحة تعين على مصالح البلاد والعباد ربنا اهبلنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اصلح ذرياتنا ووفقهم في دراستهم وفي أعمالهم ويسر لهم الطريق إلى الصلاح والإصلاح يا رب العالمين اللهم نفع بهم الأمة يا رب العالمين ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذ هديتنا وابلنا من لدلك رحمة إنك أنت الوهاب واحد الأخت مريضة بيدها في الخارج تدعو الله سبحانه وتعالى وتطلب منكم الدعاء لها أن يشفيها الله بما حل بيدها بما ابتلية بها فهي مخيرة بين عملية أو حقنة وبين الدعاء الله سبحانه وتعالى عسى لأن هذه الحقنة تقول بأنها مؤلمة فانسأل الله سبحانه وتعالى الذي لا يعجزه شيء الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء أن يشفيها ويشفي جميع مرضى المسلمين كل المرضى الله منزل عليهم عافيتك يا رب العالمين اللهم اشفينا واشفي مرضانا ومرضى المسلمين أجمعين يا رب العالمين ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذا ديتنا وابلنا من لدلك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين